اهلا انا رفيق سليمان وانتو بتتفرجوا على كلاود سيمبليفايد اهلا بكم في فيديو جديد من الكلاود باكتشنر اكسبرس وفي الفيديو ده هنكون بنكمل اللي بتديناه في الفيديو اللي فات لو تفتكروا الفيديو اللي فات شرحنا فيه المختلفة اللي متقدمة من AWS ولو تفتكروا اخر اتنين اللي هما شرحنا فيهم او قلنا بيبقى عندي حد اسمه بيساعدني لو انا عندي كيس معينة هو اللي بيتابع معي الكيس دي وقلنا مش بس بيتابع الكيس او لما يبقى عندي مشكلة لا كمان بيشتغل معايا بطريقة برو اكتف ان هو يكون بيعمل معايا والاركيتكتد ريفيوز يعني يتأكد انه السلوشن بتاعتي دي اكوردنج لي البست براكتس طيب ازاي بيعمل ال والاركيتكتد ريفيوز دي بنستخدم هنا اللي بنسميه ال والاركيتكتد فريمورك طيب ايه بقى فكرة ال والاركيتكتد فريمورك ببساطة فكرة انا لو عايز اعمل ديزاين انا لو عايز امبليمنت سلوشن او اركيتكتشر على الكلاود منين اعرف ايه البست براكتسز لما اجي اعمل ديزاين او لما اجي ارن ابليكيشن على الكلاود منين اقدر اعرف البست براكتسز او ايه احسن طرق تخليني اعمل ديزاين لابليكيشن على الكلاود ده ببساطة ال والاركيتكتد فريمورك ايه دابلي اس عملت ال والاركيتكتد فريمورك ده علشان تساعد اي سلوشنز اركيتكت سواء في الاول بيبتدي لسه يعمل ديزاين جديد او already انا عندي ابليكيشن بس عايز اتاكد ان الابليكيشن دي running as expected فبعمل والاركيتكتد ريفيو زي ما شوفنا باستخدام ال والاركيتكتد فريمورك فهو ببساطة بيساعد الكلاود اركيتكتز ان هما يبنوا سلوشنز سيكيور وهاي برفورمينج وفي نفس الوقت ريزيلينت يعني لو حصل عندي اي مشكلة ازاي اوتوماتيكلي اقدر اوفركم المشكلة الموجودة عنها طيب المهم قوي احنا نفهمه بقى الولاركيتكتد فريمورك ده ده مبني على ست عواميد تخيل عشان تفهمه ببساطة تخيل ان انا عندي مبنى معين والمبنى ده واقف على العواميد اللي زي كده دي اللي بنسميها و لما بقول كلمة عمود او بقول كلمة بيلر معناه انه الحاجة دي مهمة جدا الحاجة دي انا مقترش اشتغل الابليكيشن بتاعتي من غير ما افكر فيها ايه الست عواميد الاساسية اللي انا مفروض افكر فيهم لما اجي اعمل ديزاين او ارن ابليكيشن على الكلاود كالتالي اول حاجة اسمها اوبريشن ال اكسلنس وهنشرحها بعدين السيكوريتي و ده دايما بنقول عليه في ايه دابلي اس ده يمكن اهم حاجة او اول حاجة افكر فيها هي السيكوريتي بعد كده الريليابيليتي بعد كده البرفورمانس ايفيشنسي بعد كده الكوست اوبتيمايزاشن وبعد كده الساستينابيليتي خلينا نشرح واحدة واحدة بمنتهى البساطة اول بيلر او اول عمود انا محتاج افكر فيه وانا سواء بعمل ديزاين او براجع السلوشن بتاعتي هو اللي بنسميه اوبريشن ال اكسلنس طيب ايه فكرة ال اوبريشن ال اكسلنس بمنتهى البساطة فكرة ال اوبريشن ال اكسلنس من اسمها اقدر افهم ازاي اقدر ارن ال اوبريشنز بتاعتي باحسن طريقة دي فكرة ال اوبريشن ال اكسلنس طيب اديكم امثلة علشان ممكن في الإجزام يكون بيسألك على الحاجات دي دول اللي بنسميهم design principles ويمكن حاجة محتاج تعرفها إنه في الامتحان لازم تبقى عارف إيه design principles بتاعة operational excellence يعني ممكن سؤال تتسئله قول لي المثلا anticipate failure دي تبع أنهي pillar من محتاج تبقى عارف دول عشان كده يعني نصيحة اكتب وإكتب الـ design principles اللي تحت الـ pillar طيب أدي لك example إزاي أرن الـ operations بتاعتي بطريقة مثلية أو بطريقة excellent تخيل لو أنا مثلا عندي meet EC2 instance عندي meet virtual server واكتشفت إنه الـ operating system ده بتاعهم محتاج أعمله patching لإنه مثلا بقى دلوقتي vulnerable أو ممكن يبقى بيحصل عليه attacks فأنا محتاج إن أنا أعمل patch أو update الـ operating system عندي meet EC2 instance طيب إزاي أعمل الكلام ده كـ operations هل هروح لـ instance by instance أحط الـ command بتاع الـ upgrade طبعا عنده ممكن بس كده أنا بعدت تماما عن فكرة الـ operational excellence الـ option التاني إن أنا أعمل الـ operation d as a code باستخدام service عندنا في AWS اسمها systems manager فعلى systems manager أروح أدي الـ command ده أدي الكود ده مرة واحدة بس ده الـ command اللي بي أقدر أعمل update وsystem manager بياخد الـ command ده ويقدر في نفس الوقت يكون بيـ apply الـ command ده على كذا سيرفر فمثلا أقسم الميت سيرفر دول لـ two groups أقدر أروح أعمل لأول خمسين واعمل لهم update once successful أروح أعمل للخمسين التانيين أنا هنا وفرت وقت كتير جدا أنا مش محتاج أعمل لـ server by server وآدي الـ operational excellence الـ pillar الثانية يعني أتكلم فيها كتير جدا security من أهم أهم الحاجات بنقول عليها ساعات job zero يعني أول حاجة أنا أعملها top priority هي security ببساطة security هي إزاي أطبق أو إزاي أخلي application بتاعتي secure على مستوى كل حاجة إزاي أقدر automate كمان يعني لو حصل حاجة أخذ action automatic أو apply security على كل الليرز وكلمنا عن حاجات كتير قوي لما جينا نتكلم عن الموضل بتاع security لو تفتكروا إزاي أسيكيور ممكن database إن أنا أحطها في private subnet إزاي أعندي network access list إزاي أعندي security group إزاي أقدر أكون بسيكيور الـ applications بتاعتي زي بweb application firewall مثلا وإن أنا أprotect الـ data أو أعمل encryption ولو تفتكروا أتكلمنا عن نوعين من الـ encryption encryption in transit لما الـ data بتتحرك أو encryption at rest لما بعمل storage للـ data دي والـ data مش بتتحرك البيلر الثالثة أو العمود الثالث ده اللي بنسميه الـ reliability وببساطة فكرة reliability يعني إيه يعني دي الـ ability بتاع السيستم to automatically recover from failure لو حصل إن أنا عندي EC2 instances ووحدة من الـ EC2 instance وقعت إيه اللي يحصل؟ هل محتاج أعمل manual intervention وأروح بإيدي أكريات EC2 instance ده كده أنا بعيد تماما عن الـ reliability لو أنا عندي آآ RDS واحدة بس والـ RDS database دي وقعت فأنا كده completely out فكرة الـ reliability إن أنا يبقى السيستم بتاعي قادر إنه هو لو حصل عندي مشكلة to automatically recover أنا مش محتاج أتدخل بأي طريقة manual فإزاي ا recover from infrastructure failure أو إزاي ا acquire computing resources لو تفتكر لما كلمنا عن الـ auto scaling إن أنا أ scale out أو أ scale in وأ test recovery لو حصل عندي أنا بإيدي ممكن أوقع EC2 instance علشان أشوف إيه الإمباكت اللي هيحصل وإزاي دايما الـ recommendations إن أنا أكون بـ scale horizontally أو اللي سميناه لو تفتكروا من الأول خالص scaling out البنر الرابعة اللي بنسميها performance efficiency ودي ببساطة إزاي أقدر أستخدم الـ resources بتاعتي بطريقة efficient لو تفتكروا دي من أحد مميزات الـ cloud الرئيسية أنا ما عنديش services عايزها تبقى over utilized ولا services تبقى under utilized فالـ pillar ده أو العمود الرابع ده بيأكد لي إزاي يبقى عندي الـ resources ومستخدمة بطريقة كمان efficient وإدي الـ design principles لو ممكن أحفظوا الـ design principles دول تحت أنهي pillar الـ pillar الخامسة مهمة جدا جدا وهي الـ cost optimization لو أنا بعمل كل حاجة وعندي كل الفانسي فيتشيرز دي بس الـ price بتاعي غالي جدا هتبقى مشكلة لازم وأنا بعمل design أكون بفكر كمان في الـ cost إزاي أقدر أعمل design والـ design ده يبقى cost effective فأنا إزاي أقدر أران systems to deliver الـ business value خلي بالكم من حاجة مهمة جدا cost optimization مش معناها أن أنا هضحي بالـ business value علشان أدفع أقل cost optimization إزاي أقدر أدليفر الفول بيزنس value بس بقى أقل سعر فعشان نفهم الـ pillar دي صح دي مش معناها أن أنا بضحي بالـ performance عشان بس أقلل في الـ cost لا إزاي أقدر أدليفر بقى السعر ممكن وأدي الـ design principles بتاعتها أنا حطتها عشان تكون وبتحفظوها الحاجة الأخيرة اللي هي sustainability دي مهمة جدا بقى ودي الضافت جديد الـ pillar اللي الضافت جديد AWS ضافتها في ديسمبر 2021 آخر pillar الضافت ودي محتاجة بقى بفهم كويس قوي أنه أنا لما باجي أرن data center الـ data center ده بيستخدم resources والـ resources دي بتطلع carbon emissions carbon emissions دي بتأثر على الكوكب والأرض اللي إحنا عايشين فيه فكرة sustainability إزاي أنا أكون وأنا برن الـ application بتاعتي واخد بالي كويس قوي من التأثير اللي بيحصل على الـ environment اللي أنا فيه ليه بنقول الكيس دي؟ لأنه AWS حطت rules strict جدا أنه مفروض باي الفين وثلاثين كل الـ data centers بتاعت AWS هتبقى running accordingly renewable energy هتبقى شغالة بـ renewable energy طبعا مهمة جدا في الـ sustainability أو بتقلل جدا الـ carbon emissions بتاعتي مش بس كده AWS كمان ابتدت بـ 2030 وـ AWS سبقى الـ plan دي بخمس سنين يعني دلوقتي باي الفين خمسة وعشرين كل الـ regions والـ data centers بتاعت AWS هتبقى running على 100% أو 100% renewable energy يفرق الكلام ده فيه؟ يفرق الكلام ده إنه هو مش بيأثر بتأثير سلبي على الـ environment طيب بالنسبة لي أنا كـ end user يفرق الكلام ده يفرق إنه لما أجي أرن الـ application بتاعتي لو أنا بقارن أرن الـ application دي on-premise في الـ physical data center ولا على الـ cloud أنا محتاج كويس أوي أفاهم الـ impact من ناحية الـ environment لأنه لما أرن على الـ physical data center أنا هنا ما عنديش 100% renewable energy فأنا عندي impact بالـ negative بيطلع فلازم أخد بالي كويس أوي ودي ممكن تبقى حاجة مهمة وـ decision maker لشركة كبيرة إنه إحنا عايزين نقلل الـ impact على الـ environment فساعتها هنكون بنروح للـ cloud عشان الـ cloud هتكون بتوفر نوع من الـ sustainability عالي جدا فمحتاج أعرف الـ impact ومحتاج أكون بزود الـ utilization في أقل أنواع من الـ servers عشان أقلل الـ impact بتاعي وأكون باخد بالي من الـ impact ده أنا عندي as شركة عندي sustainability goals أنا عارف كويس أوي أنا بعمل إيه وعارف الـ impact بتاعي ولو أقدر أقلل الـ impact كمان إن أنا أرن الـ application دي على الـ cloud أكون بعمل كده بكده نبقى خلصنا الفيديو ده اتكلمنا فيه عن الـ well-architected framework ببساطة دي الطريقة اللي بيها أقدر أعمل design أو أقدر أتأكد إن الـ application بتاعتي أو workload شغال accordingly best practices على الـ cloud أتمنى ليبقى الفيديو ده واضح please لو عندكم أي أسئلة اكتبوها لنا في التعليقات شكرا جدا لحضراتكم